بعد موسم شاقي مرهق وطويل ها هو فريق جباب قسنطينا يتوج بطراً للمحترف الأول موبيليس قبل جولة واحدة من نهاية الموسم ليجعل من لقاء الجولة الثلاثين مع نادي بارادو مباراة احتفالية بامتياز فوق أرضه وبين جمهوره اللقب فني لأبناء الجسور المعلقة جاء بعد صبر وعمل كبير فالسنافر تربع على العرش السدارة منذ جولة السادسة غياب لقبي عن خزائن شباب قسنطينا لواحد وعشرين سنة زاد من حلاوة النصر الذي طال انتظاره بعد مواسم عجاف لم يبتهج من خلالها السنافر ولو لمرة واحدة الضرع الثاني في تاريخ النادي سيفتح شهية السياسي المتعطش للألقاب والباحث عن عودة جديدة يفرض بها هيمنته على الكرة الجزائرية فهذا الموسم سيكون موسم العودة القوية لشباب قسنطينا الحوز بالبطولة المحترفة الأولى سيفتح الباب لأبناء المدرب عمراني للمشاركة وإثبات القدرة في رابطة أبطال إفريقيا الكرة ليست مباريات ولا نتائج الكرة جمهور يساند فريقه في الحلو والمر وجمهور السياسي أبدع في مناصرة فريقه وأثبت بأنه جمهور منذعب ليس بغريب عن مناصرين توجو الموسم الماضي بلقب أفضل جمهور جزائر اشتركوا في القناة